في عالمنا المترابط تظل الأمراض الجديدة تهدد صحة البشر بشكل دائم ومن بين هذه التهديدات يبرز فيروس شانديبورا الذي قد يكون مصدره الحيوانات مثل الخيول والحمير والماشية ينتقل هذا الفيروس عبر الحشرات كالذباب والبعوض ويعد الأطفال بشكل خاص نظرا لقلة محافظتهم على النظافة مقارنة بالبالغين تتشابه أعراض الإصابة بفيروس شانديبورا مع الإنفلونزة العادية حيث يعاني المصاب من صداع شديد وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة يرافقه القيء وظهور طفح جلدي يؤلم بشدة خاصة في الفم ومنطقة الشرج ويتطور هذا الطفح إلى خروج القيح ومع تفاقم الحالة يتحول المرض إلى التهاب حاد في الدماغ يليه غيبوبة مفاجئة مصحوبة بتشنجات ونوبات قد تؤدي إلى الوفاة وخصوصا بين الأطفال تتطلب الوقاية من هذا الفيروس التركيز على النظافة والسيطرات على انتشار الحشرات التي تنقل الأمراض ينصح باستخدام الناموسيات أثناء النوم وارتداء ملابس طويلة الأكمام بالإضافة إلى استخدام المواد الطاردة للحشرات وعلى الرغم من جهود العلماء لم يتم التوصل حتى الآن إلى لقاح أو علاج محدد لفيروس شانديبورا مما يجعله تهديدا كبيرا للصحة العامة يعتبر الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس أهم وسيلة لإنقاذ المصابين حيث يمكن السيطرة على المرض في مراحله الأولى من خلال الترطيب المناسب ومنع الجفاف الناتج عن القيء الشديد وفي الحالات المتفاقمة يجب نقل المصاب إلى العناية المركزة في المستشفى لمراقبة المضاعفات التنفسية والعصبية حيث ستوفر له الرعاية المناسبة وخافضات الحرارة لتقليل الحمى على أمل الشفاء فيروس شانديبورا يمثل تهديدا حقيقيا يتطلب منا جميعا اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتنا وصحة أطفالنا يجب أن نكون يقضينا ونلتزم بالنظافة الشخصية والعامة ونستعد لمواجهة هذا الفيروس الجديد بكل الوسائل المتاحة ترجمة نانسي قنقر